السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نبدأ فيديو اليوم من تصليط الإعلام الألماني الضوء على الخبر المؤسف الذي جاء من لبنان اليوم وتعزينها للشعب اللبناني الشقيق أيضا بسبب يعني عدد الوفيات في لبنان الآن اليوم الإعلام الألماني أيضا نقلا عن قناة الام تي في اللبنانية تحدست عن وفاة 20 شخص في احتراق مخزن للوقود للبنزين على ما يبدو في لبنان وجرح 79 شخص آخرين وكان في الأول حسب الإعلام الألماني أيضا أن الصليب الأحمر للبناني كان يتحدث عن احتراق سيارة وقود ولكن تبين أنه الآن مخزن للوقود على ما يبدو للبنزين الإعلام الألماني أيضا يتحدث عن الظروف المعيشية الصعبة الآن في لبنان وخاصة وجود نقص حاد في مادة البنزين ووجود عدد كبير من الناس على ما يبدو للحصول على بنزين لحظة حدوث الاحتراق ونقلا عن الإعلام الألماني أن هذا الحدث جاء الآن في ظل الشحل شديد لمادة البنزين بشكل خاص الآن في لبنان وعن أن لبنان يعاني منذ سنتين الآن من كارثة اقتصادية كبيرة هي الأكبر في تاريخه وأن الحكومة لم تعود قادرة على تزديد القروض المستحقة عليها وأيضا عن أن نسبة كبيرة من الشعب أيضا أصبحوا تحت خط الفقر وأن نسبة التضخم وصلت إلى 120% والمواد الغذائية بحد أعلى من ذلك بكثير كذلك وأن العملة فقدت 90% من قيمتها نقص مادة البنزين أدت إلى تفاقم الأمور في الأيام الأخيرة بشكل أكبر وأكبر ونقصها تسبب أيضا في عدم قدرة محطات توليد الكهرباء على توليد وإنتاج الكهرباء أيضا من الأزمات التي الآن ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل خاص في لبنان فتعازينا للشعب اللبناني والإخوة اللبنانيين أيضا على هذا الحدث المؤسف يعني مرة أخرى نعرف بعد بيروت الآن أيضا في عكر فقلوبنا أيضا معكم ننتقل الآن للخبر التالي عن الإخوة السوريين في تركيا وتحديدا في أنقرة الإعلام الألماني أيضا وخاصة صحف الألمانية الكبيرة والمرموقة صلت الضوء على الأشياء التي حدثت في العاصمة التركية أنقرة قبل عدة أيام فالإعلام الألمانية تحدث عن وجود حشد شعبي غاضب توجه يعني وقام بتخريب محال السوريين تهجم على بيوت السوريين في العاصمة التركية أنقرة وأن هذا ناتج كان يعني بالأصل عن حادثة أدت إلى وفاة شاب تركي عمره 18 سنة وأن هذا الحشد الغاضب قام يعني بالتهجم على العديد من السوريين ومحالهم وبيوتهم وممتلكاتهم في العاصمة التركية أنقرة ونقلا عن رئاسة الشرطة في أنقرة تحديدا أنهم قاموا بإلقاء القبض على 72 شخص إضافي يعني بعد إلقاء القبض على عدد أكبر أيضا من الناس من هذا الحشد الغاضب بسبب مخالفتهم حسب نقل عن الإعلام الألماني مخالفتهم لتعليمات الشرطة التركية ونشرهم أيضا أشياء محردة على وسائل التواصل الاجتماعي ونقل عن وسائل الإعلام التركية أيضا ظهور رئيس الهلال الأحمر التركي السيد كريم كينيك أيضا الذي تحدث أيضا عن إصابة طفلة سورية أيضا في رأسها والعديد من الأشياء أيضا مقابلة مع مواطن سوري أصله من حلب أيضا قال أنه تم التهجم عليه وعلى ابنه وتم ضربهم وشفنا العديد من الفيديوهات أيضا فالأحداث الساخنة كانت في أنقرة بشكل كتير كبير طبعا نتمنى أن الاستماع إلى أصوات العقلاء وأن تقوم أيضا السلطات الرسمية التركية بضبط الموضوع ومحاسبة الفاعلين فقط يعني دائما الغضب الموجه الآن ضد السوريين في تركيا يعني غير مبرر الناس الأبرياء ما لون أيزن بالمظلومين كثير من الناس الآن طبعا العلامة بتحدث عن مغادرتهم لبيوتهم وخوفهم من العودة إلى بيوتهم في أنقرة فحتى في ألمانيا يعني أحيانا بعض السوريين الذين يقومون بارتكاب الجرائم طبعا القانون الألماني هو اللي بيحاسبون بشكل فردي وما منشوف التهجم على أي سوريين أو أي فئة حتى يعني أو أخذ الجميع يعني بجرية خطأ شخص هذه الأشياء ما منشوفها عادة يعني في ألمانيا وفي أوروبا أيضا الإعلام الألماني يعني يعني بيتحدث عن الموضوع أنه يعني منذ فترة منذ عدة أسابيع مع انتشار فيديوهات عن عبور العديد من المواطنين الأفغان إلى تركيا بطريقة غير شرعية أدت أيضا ربما إلى يعني غضب النفوس يعني بشكل كتير كبير انتشار هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي كمان لعبة دور فالألماني يعني بتحدث طبعا أنه رسميا في تركيا يقيم 3.6 مليون سوري بشكل خاص وأيضا مئات الألاف من الجنسيات الأخرى وبشكل خاص أيضا من المواطنين الأفغان ونتمنى طبعا عودة الهدوء والأمن والأمان أيضا للأخوة السوريين المقيمين في تركيا في الحقيقة العدد كبير جدا يعني كمان بهذا الشكل هذا على الأقل يعني العدد الرسمي للسوريين المقيمين في تركيا فأيضا يعني قلوبنا معكم يعني نتمنى عودة الهدوء والعودة إلى أعمالكم وأموركم ومصالحكم ننتقل للخبر التالي في مقاطعة ميكلنبوك فوب هامان في شمال ألمانيا وحسب متحدث لوزارة التعليم أيضا أعلن أنه ابتداء من يوم السلساء سيبدأ تطعيم الأطفال الراغبين طبعا في المدارس بشكل مباشر عن طريق إرسال فرق للتطعيم إلى المدارس والبدأ بهذه الحملة والهدف هو تطعيم الأطفال فوق سن 16 سنة تحديدا الراغبين بأخذ اللقاح من أيضا يعني الأطفال اللي بيروحوا على المدارس أو الأولاد اللي بيروحوا على المدارس في هذا السن تحديدا علما أنه لحد الآن يعني من اللجنة الدائمة لللقاحات فإنها فقط يعني أو لا تنصح بشكل عام للجميع بين سن 12 وسن 18 بأخذ هذا اللقاح لا يوجد تعميم بهذا الاتجاه ومع ذلك فإن لقاحات مثل بايونتك فايزر ومودانا أيضا فهنن حاصلين على الأقل على رخصة بالتطعيم فوق سن 12 سنة ضمن دول الاتحاد الأوروبي ولكن في ألمانيا لحد الآن لا يوجد نصيحة عامة بذلك لكل من هو فوق 12 سنة فلذلك للأطفال الراغبين بأخذ اللقاح وأيضا بموافقة أهاليهم يمكنهم ابتداء من يوم السلساء في هذه المقاطعة بأخذ التطعيم أيضا في المدارس طبعا الدولة الألمانية تسهل أيضا في هذه المقاطعة الآن كأول مقاطعة تسهل أيضا حملة التطعيم والوصول إلى التطعيم بشكل مباشر في كل الأماكن والآن أيضا في المدارس ننتقل الآن للخبر التالي مع اقتراب الانتخابات الهامة العامة للبرلمان المركزي الألماني الشهر القادم في الشهر التاسع وانتخاب مستشارة أو مستشار جديد لألمانيا خلفا للمستشارة أنجيلا ماكل الآن السكرتير العام لحزب الـ CDO السيد سيمياك أعلن عن رفضه إحداث وزارة جديدة مركزية للانتماج علما أن حزب الخضر قد أعلن أنه في حال وصوله إلى الحكم فإنه سيقوم بإنشاء وزارة جديدة مركزية هدفها الاندماج أو وزارة الاندماج بشكل يعني كوزارة كاملة في الحكومة المركزية وحزب الـ CDO أو السكرتير العام الآن رفض هذه الفكرة وقال أنها ستكون وسيلة كما يعني يهدف حزب الخضر ربما إلى تسهيل الهجرة ووصول مجموعات مختلفة إلى ألمانيا وهو الشيء الذي لا تريده ألمانيا أو لا يريده حزب حسب وصفه يعني حزب الـ CDO في بعض الانتخابات وخاصة في ظل الأحداث الساخنة الآن في أفغانستان يعني وأيضا هروب العديد من الواطن الأفغان الآن من بلدهم فهناك يتخوف كبير وهو ضد إحداث هكذا وزارة الأحداث تسارع في أفغانستان وبالتالي ألمانيا قررت الآن أيضا بشكل سريع اتخاذ إجراءات عديدة أعلن وزير الخارجي الألماني أيضا هيكو ماس أنه سيتم إجلاء أيضا رعاية السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول وإرسال طائرات عسكرية أيضا لإجلاء المواطنين وتم توجيه الدعوة لكل المواطنين لكل من يحمل الجنسية الألمانية بالخروج من أفغانستان وأنه سيتم إرسال طائرات عسكرية على الأقل الآن إلى العاصمة كابول لإجلاء يعني المواطنين الألمان أو حتى يعني طاقم السفارة الألمانية هناك مع محاصرة العاصمة من قبل أيضا حركة طالبان والإعلام الألماني أيضا نقل أنه الحكومة الأفغانية الحالية على ما يبدو يعني ستقوم بتسليم الحكم بشكل سلمي إلى حركة طالبان بعد أن باتت أيضا العاصمة كابول محاصرة أيضا وزيرة الدفاع الألمانية والعديد من السياسيين الألمان دعوا أيضا إلى الإسراء بهذه الخطوة طالما أن المطار لا يزال يعمل ويمكن الوصول إلى الناس بشكل سريع والتحرك بشكل يعني كبير قبل أن يفوت الأوان أو ربما يعني أن يقع بعض رعاية للسفارة الألمانية في الأسر أو شيء مشابه أن تقوم الحكومة الألمانية بشكل سريع بإجلائهم والتحرك قبل سقوط العاصمة الأفغانية كابول على ما يبدو أنه سيتم أيضا إجلاء بعض المواطنين الأفغان اللي كانوا يتعاونوا أيضا مع الجيش الألماني هناك في أفغانستان ومع ذلك فإن العديد من المنظمات الإنسانية يعني اعتبرت أن عدد الناس الذين حصروا على اللجوء في ألمانيا وتم سحبهم إلى ألمانيا هو قليل جدا مقارنة مع العدد الأكبر من الناس اللي كانوا متعاونين اللي كان المفروض يتم إجلاؤهم إلى ألمانيا مع هذا الانسحاب الألماني السريع والمفاجئة للقوات الغربية بشكل عام وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تحديدا تركيزنا على موضوع ألماني وفي خبر الأخير إلغاء التحذير الآن لسكان مدينة برلين تحديدا للمناطق الاشتاب تايلة يعني في خيط غيسفيلد ونوي هون شونهاوزن أيضا في منطقة برلين لشتنباك الآن شركة مصلحة المياه أيضا البالينة بسا بتخيبة أعلنوا أنه تم إلغاء التحذير وأن المياه أصبحت مرة أخرى صالحة للشرب والاستحمام نعرف في حضر فيديو مبارحة كان هناك تحذير لسكان برلين ساكنين في هالمناطق من عدم شرب هذه المياه قبل غليها أو حتى عدم الاستحمام بها الآن تم إلغاء هذا التحذير كان هو من باب الاحتياط بسبب اكتشاف بعض الجرسيم في المياه والآن تم أخذ عينات جديدة وأيضا تم يعني غسل الأنابيب الناقلة للمياه بشكل كتير كبير وتعقيم أيضا المياه مثل ما شفنا وتم إلغاء التحذير الآن مرة أخرى كل الناس اللي بتتابعنا من هناك يمكن أن ترجعوا وتستعملوا هاي المياه بشكل آمن للشرب وحتى الاستحمام هي كانت أهم المعلومات من ألمانيا لهذا الصباح أتمنى أن أكون أفتكم خلال الأشياء تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة